اختتمت أعمال مناهزات اللغة العربية لدورتها الرابعة 2021 لدول الخليج والتي استمرت خمسة أيام وتم تنظيم حفل لتتويج الفائزين في مستوياتها وتميزت المناهزات التي أقيمت في المركز التربوي للغات العربية بشارقة بمشاركة جميع دول الخليج بإجمالية 21 طالبا وطالبة منهم خمسة طلاب وستة عشرة طالبة وأعرب سعادة الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغات العربية لدول الخليج بشارقة في كلمته خلال حفل التكريم عن خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على إلاء اللغة العربية جل اهتمامه وتم تكريم وتتويج الفائزين في المناهزات بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية حيث قام سعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري بالشارقة ممثلا عن صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الفائزين يرافقه معالي الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج وسعادة الدكتور محمد المعلى وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون الأكاديمية للتعليم العالي ترجمة نانسي قنقر